الحديث أكثر عن حركة السوق الكويتي والأسواق الخليجية نرحب بضيفنا إذن عبر الأقمار الصناعية للحديث أكثر عن أداء سوق الكويت إذن الخبير الاقتصالي دكتور إبراهيم العنقيل أهلا وسهلا بك معنا دكتور أهلا بك رانا وأهلا بمشاهدينك الكرام يهلا ومرحبا دكتور دعنا نتحدث عن المؤشرات الكويتية في تعاملات جلسة اليوم في أول أسبوع للبورصة الكويتية بعد التقسيم كان هناك تراجع بالنسبة إلى الأداء كيف تقرأ أداء البورصة الكويتية خلال هذا الأسبوع الحقيقة رانا لابد أن نقرأ قراءة مالية وقراءة اقتصادية القراءة المالية تؤكد بأن هناك بعد التقسيم هبوط في القيمة المتداولة والكمية المتداولة بعد أن استقرت مراحل التقسيم على أربع مراحل مرحلة بدأت في مايو 2017 ومرحلة في أبريل 2018 ومرحلة في نهاية 2018 ومرحلة الرابعة والأخيرة في بداية 2019 كل هذه المراحل أثرت تأثيرا سلبيا على السوق لماذا؟ لأن هناك ثقافة حقيقية موجودة داخل بورصة الكويت بين المتداولين على أن القديم أحسن وهناك بعض المعارضين من شركات الاستثمار وهيئة أسواق المال على التقسيم ولكن ليس بالضرورة أن نحكم على أداء السوق في الوقت الحالي نعم دكتور ولكن لماذا هذه الآراء المتضاربة بالنسبة إلى الكويت؟ هل نستطيع اعتبار حتى هذه اللحظات بأن الصورة غير واضحة بالنسبة إلى التقسيم الجديد وغير مفهومة بالنسبة إلى المتداولين؟ بالفعل المتداولين وشركات الوساطة وبعض من شركات الاستثمار والصناديق ليس لديها إلمام حقيقي بنظام التداول الحالي أو بنظام التقسيم السوق الأول والرئيسي والمزادات وهنا لابد أن نتحدث عن ما حدث في السوق من حراك شديد بين شركات الوساطة التي فشلت في اختبارات السوق في فترة التقسيم ثم شركات الاستثمار التي اعترضت على أن تقسم شركاتها بين ثلاث أقسام وإذا وجدنا أو نظرنا بشكل حقيقي للتقسيم سنجد أن البرصة اليوم لديها ست عوامل مهمين جدا من أهمهم تهيئة البيئة الاستثمارية لتحقيق المنافسة اثنين العمل على تطوير أليات السوق التي تعايشت مع المتداولين وشركات الاستثمار على مدار أكثر من أربعين عاما رقم ثلاثة العمل على رفع مستوى أداء التداول وطرح أدوات أخرى رقم أربعة الحرص على تحقيق أداء مهم جدا في البرصة للعمل على تحديد أليات في الأيام القادمة خمسة العمل على استدامة أدوات التداول ستة رفع مستوى المتداولين الحقيقة لم تكتمل كل هذه العوامل ولم تحقق المنظومة الحالية ولكن لابد أن نؤكد أن هناك ما بين 15 يوم إلى 30 يوم للحكم على أدوات التقسيم الحالية نعم دكتور هذه العوامل التي ذكرتها بالنسبة التي سوف توجد من خلال التقسيم إلى أي مدى سوف تضيف للسوق الكويتي إلى أي مدى سوف تضيف للشركات وأيضا إلى أي مدى سوف تضيف عامل الثقة بالنسبة إلى المتداولين سؤال جيد رانا لابد أن نتحدث عن عامل الثقة عامل الثقة أصبح مفقود في الفترة الماضية ما بين المتداولين وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بشكل عام من مؤسسات وبنوب لأن هناك شركات في فترة ماضية كبيرة تعلن عن أرباح وليس لديها أرباح تمتنع عن توزيع الأرباح ولكن إعادة الثقة تأتي من واحد إدراجات شروط الإدراج الجديدة شروط ممتازة متميزة هناك ورش عمل في لندن وفي دول أوروبية عديدة لجذب شركات استثمارية للإدراج داخل البورصة ثلاثة والأهم أن هناك بالفعل إدراجات لشركات محلية عائلية وشركات كبرى زي شركة الزور لتحليط المياه والشركة المتكاملة القابضة وشركات عائلية أخرى فبدأت هناك طرح لإدراجات جديدة تعزز من السيولة داخل البورصة وتعطي مقياس ثقة حقيقي للمتداول في الوقت الحالي هذه النقطة دكتور ليس هو العامل الوحيد الذي يؤكد على وجود الثقة نعم هذه النقطة دكتور الأخيرة بتحديدا نريد الوصول إليها خلال الفترة الماضية قبل التقسيم أتحدث كان هناك شح رغم جميع ما يحدث بالنسبة للسوق الكويتي ولكن في المقابل كان دام الثقة واضح الشح بالنسبة لمستويات السيولة كانت واضحة هذا التقسيم هذه العوامل التي أشرنا إليها داعمة بالنسبة إلى الأسواق إلى أي مدى سوف تساعد على الضخ المزيد من السيولة هذا جانب الجانب الآخر هل ستكون فعلا كفيلة بالإضافة إلى ورش العمل التي ذكرتها دكتور لجذب فعلا شركات استثمارية أجنبية إلى السوق الحقيقة رانا لابد أن نعلم حتى في المؤشرات المالية في تحليل مالي لليوم الحالي سنجد أن هناك كمية التداول ارتفعت وعدد الصفقات متواضع والقيمة متواضعة مما يؤكد أن هناك حزر وتحفظ وترقب من المتداولين منهم من ليس لديه ثقافة حقيقية للتقسيم ومنهم الذي يحتاج لجرعة أكثر لثقافة لمعرفة ألية السوق في الوقت الحالي ولكن بالفعل هناك توجه حقيقي من إدارة شركة البرصة وهيئة أسواق المال لتفعيل الإدراجات الجديدة والإدراجات ذات الملاءة المالية الكبيرة منها شركات من أوروبا شركات من أمريكا شركات يحاولون وضع جدار ثقة ما بين السوق والمتداولين يحاولون وضع جدار ثقة ما بين شركات الوساطة وشركات المدرجة والبنوك المؤسسات ولكن هناك فترة كبيرة لابد أن ننتظر ونترقب ماذا يحدث في السوق في الوقت الحالي نعم كما نعلم انتهت نتائج الشركات بانتظار نتائج الشركات خلال ربع الأول من عام 2018 كيف سيكون هنا دكتورة الإعلان عن نتائج هذه الشركات بعد هذا التقسيم هل سيكون بالطريقة المعتادة أم اختلفت الطريقة؟ الحقيقة المفترض أن اختلفت الطريقة لسببين السبب الأول كانت اجتماعات الجامعية العمية تتم من خلال تسجيلها في وزارة التجارة ولكن تغيرت الألية من خلال قانون الشركات لاختار وزارة التجارة عن طريق الأنترنت وعن طريق موقعها بعقد الجامعية العمية مما يؤكد سهولة الإجراءات ولكن هناك خمس شركات لم تعلن حتى الآن عن بياناتها المالية وهذه الشركات ما زالت معطلة أو موقفة عن التداول في الوقت الحالي هناك جدار ثقة وما زلنا نعود إلى الثقة ما بين المتداول وبين بعض الشركات الانتقائية والدليل على ذلك بأن كمية التداول أو القيمة المتداولة في الوقت الحالي ارتفعت لماذا؟ لأن بدأ هناك شراء انتقائي في السوق وطلب على أسهم محددة وأسهم ذات ملاءة مالية والتي هي أدرجت في السوق الأول وليست في السوق المزادات لأن هناك نعم حتى أختم حديثي معك بشكل سريع ومختصر دكتور ما هي مصير الشركات الموقوفة للآن؟ بشكل سريع الحقيقة الشركات الموقوفة ليس لديها طريقان ولكن لديها طريق واحد هو أن تقدم بياناتها المالية وتعلن عنها وتحقق أرباح وتقدم حساباتها بشكل جيد وصلت الفكرة بشكل كامل إذن ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من الكويت الخبير الاقتصادي دكتور إبراهيم العنجيل شكرا جزيلا لك